السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير الطلاب وطالبات الأعزاء في مساق التحقق من جودة البرمجيات كنا وقد تحدثنا في السابق عن مواضيع كثيرة وثمارتبطة ارتباطا وثيقا مع الـ Quality Assurance وكيفية التحقق من الأنظمة البرمجية أو الـ Product Software أو Software Product اليوم إن شاء الله سنكمل بالنسبة للـ Software Quality What is software في البداية لازم احنا نكون عارفين إنه ما هو software طبعا المصطلحات اللي احنا متعودين عليها اللي هو software بشكل عام اللي هو عبارة عن العمليات اللي بتحصل في داخل الأجهزة المبرمجة مثلا أو المعد مسبق لها البرامج اليوم احنا بدنا نبدأ نحكي في انظمة أو في تعريف نوعا ما أكثر تطورا وأكثر دقة لحتى نتمكن من اسقال ما يحتوي الـ Quality Assurance من مواضيع على الـ Software What is software؟ Software is computer program procedure and possibly associated documentation and data pertaining to the operation of computer system منقدر نقول برضو انو احنا في عنا software هو عبارة عن العديد من الـ Function العديد من الـ Procedure عديد من الـ Documentation وعند بريتنج الـ Procedure أيضا هذه كل هيتها بتتكون في النهاية من خلالها اللي هو الـ Software Product ألقيت كل software عنا بيحتوي على أربع كمبوننت الأربع كمبوننت هذو الموجودين معنا اللي هم أول نقطة اللي هو الـ Computer Programs بعد هيك اللي هو الـ Codes طبعا الـ Procedure و الـ Documentation و الـ Data necessary for operating the software system طبعا من خلال الوحدة اللي اليوم يعني هنبدأ فيها هنتعرف على الـ Software Quality بشكل عام هنحكي في الـ Component of Software هنحكي أيضا في الـ Software Quality Assurance من الداخل من ناحية اللي هو الـ Classification للـ Aurora اللي بتصير في الداخل في داخل الـ Software كل هاي النقاط هنطرق لها أيضا من خلال تمكننا من تعريف الـ Software بشكل جيد لو حكينا أنه احنا في الـ Computer Program ما هو المقصود في الـ Computer Program؟ أنه احنا قلنا لحتى أنت تكون على دراية كاملة بالـ Software Product لازم أنت تكون على دراية أيضا بالـ Code لأنه من خلال الـ Code أنت ممكن تحصل على معلومات وممكن تحصل على الـ Requirement الخاص في هذا الـ Software لهيك كان أحد المكونات الأساسية للـ Software اللي هو قال لك Computer Program الـ Procedure الـ Procedure الـ Procedure الـ Procedure لما أنا بقول لك Procedure معناته أنا في عندي إجراءات مطلوبة أو Procedure مطلوب لحتى أحدد ترتيب اللي هو الجداول في داخل هذا الـ Software لحتى أحدد ترتيب المهام في داخل الـ Software المهام من ناحية زمنية المهام من ناحية الـ Grant الـ Warrant كل هذه أنت بتحددها من وين من خلال الـ Procedure يعني أنت ممكن أن يكون في عندك Procedure خاص فقط في تحديد الصلاحيات ممكن أن يكون في عندك Procedure خاص في تحديد المدة الزمنية المسموح لكل يوزر يستخدم فيها التطبيق أو البرنامج أو الـ System فهذه كلها تهيئة عن الـ Procedure المطلوبة في داخل التطبيقات الـ Documentation لو أنا أجيت وقلنا ما هو الـ Documentation اللي أنا بعتبر Component of Software الـ Documentation عبارة عن Requirement Report الـ Design Robert الـ Program Description لقيت أنت في كل سوفتوير بتلاقي فيه لازم يكون معه Documentation الـ Documentation هذه بتحتوي على بيانات أنت ممكن من خلال هذا يعني تعرف ما هي الوظائف التي يقوم به هذا السوفتوير ما هي المهام التي ستوزع على الأكتور الموجودين في داخل السوفتوير فكل النقاط هذه أنا بعتبرها من خلال الـ Documentation Data necessary for operating the software system الـ Data اللي أنا ممكن أتعامل فيها هان أنه أنا بقول لك والله أنا من خلال الـ Data هذه أو البيانات أنا ممكن أنه أنا استفيد لحتى أبدأ في العمل في الـ Operating System الخاص في هذا التطبيق أو في هذا السيستم يعني ممكن أنه نحن يكون عندنا أيضا أنه في عندنا Data تحتوي على متغيرات طيب بعد هيك إيش اللي بقصد في المتغيرات أنه قال لك ممكن أنه هذي بتحتوي على كود ممكن بتحتوي على names of list ممكن بتحتوي على مثلا for example adapters ممكن بتحتوي على specific user for the operating system أو operating system لهذا السوفتوير فهذه كلها هي تعالى ممكن أعتبرها أنهي Data necessary for operating the software system يعني في النهاية أنه إحنا كل software product بيحتوي على أربع نقاط ولازم يكونوا محتويهم الأربع نقاط هذه اللي هي computer program procedure documentation and data necessary بعد هيك أنا عرفنا وحددنا ما هو software software التي تخص software quality assurance لكن بعلاقتها مع component of software الموجود معنا هان قال لك software error and failure أنا ما هو التمييز أو كيف يمكن أن نميز هذه العنواع software error والفلط والفلط إيش بغسط في software الرأي أدقاء الأرجاء وشيناك فعلا أن أدقاء أو فالصول أو أن تدأ إن that cases it is to produce an incorrect or unexpected result or to behave in an intended ways. إيش بقصد هان في البق وإيش بقصد بالفعلر وإيش بقصد بالأرر. أهم نقطة إنه أنا لما بكون أشتغل على شفتوار معين طبعاً حتواجهنا أخطاء. الأخطاء هذي حتكون موزع ومقسمة إلى عدة أقسام. السوفتوار أرر ميت بيبرغرامر. أي إش بتعلق بيبرغرامر فهان بيكون سوفتوار أرر. أن أررر كان بيجراماتيكال أررر in one or more of the code lines or logical error in carrying out one or more of the client requirement. السوفتوار فالت. The fault is always a developer human software design mistake. طب السوفتوار فالت. قال لك السوفتوار فالت. قال لك السوفتوار فالت. is a product external unexpected behavior concerning expected behavior listed in the requirement or common sense behavior. طب قلقة أنا لما أجيب أتعامل في النقطة هذه. بدنا نحدد الأخطاء طيب تحديد الأخطاء كيف يتم تحديد الأخطاء ألقيت أول حاجة أنا ممكن يكون في عندي بق وممكن يكون في عندي أرور وين البق وين الأرور حكينا أن الأرور أنت ممكن يكون بسبب المبارمج طيب البق البق ألقيت مثلا أنا بطلب X زائد Y equals to W ألقيت إذا كان عندي مثلا قيمة X واحد وقيمة Y واحد النتيجة لازم تكون اثنين لكن إذا أنا نفذت في السوفتوير اللي أنا موجود معي ودأ أدخلت واحد زائد واحد وكانت النتيجة فور أكزامبل سفر فهان بكون في بق من ناحية اللوجيك أنت ما بتشتري الصح فهان هاي بداية التعريفات للأرور ألقيت في بعض التعريفات قال لك أنه أنت ممكن تحدث بطريقة تانية طبعا حنتطرق لها بالتفصيل هان في عنا classification of cases of software error طبعا لما نبدأج أحكي على classification of cases of software error بدي أرجع للكاركترستيك لمين للسوفتوير وأربطوا الكاركترستيك اللي كانت معنا في السوفتوير من الأساس مع الأرور اللي هيصير طبعا لدينا احنا أي سوفتوير هيكون له characteristic طبعا إيش الكاركترستيك للسوفتوير اللي عنا لنعتبر أنه احنا في عنا سوفتوير وبدنا نحدد الكاركترستيك إليه أول نقطة حكينا في الفنكشناليتي اللي هي يعني بتحدد أو بنعتبرها degree of performance of software agent intended purpose فنكشناليتي إيش المهام اللي ممكن إنه ينفذها السوفتوير هذي طب لو أنا ربط الفنكشناليتي تلقاي حلاقي هان موجود عندي في الكلاسيفيكيشن موجود الفلت ديفنيشن طب بعد هيك الريالابيليتي الريالابيليتي قال لك the ability of software to provide desired functionality under the given conditions طب الريالابيليتي هان معناته أنت أيضا أنه أنت في عندك الديفلوبر هيتعامل مع من مع الكمميونيكيشن فيلا يعني إنه احنا هاي أول characteristic of software قلنا الفنكشناليتي الريالابيليتي اليوزابيليتي وحكينا فيهم في المحاضرة التالتة باعتقد اللي في بداية الفصل efficiently maintainability portability هذي الست نقاط أو السبع نقاط انت ممكن أنه انت تحددهم من characteristics للسوفتوير طبعا مدام أنا في عندي characteristics لسوفتوير معناته تلقائي لازم يكون في عندي إنه في أخطاء بتشير في هذا الكاركترستيك يعني كل errors أو السوفتوير errors اللي موجود معناهان مرتبط ارتباط وثيق مع الكاركترستيك لسوفتوير طبعا لما أنا بدي أجحكي ل characteristics of software معناته أنا بدي أكون عارف أو على دراية اللي هم بأنواع السوفتوير في الأساس يعني إذا أنا عارف إيش السوفتوير وعرفت الأنواع يعني بديت step by step أفوت في quality assurance وكيفية التعامل مع الأرور والبقس والفالتس اللي بحتواجهنا في داخل السوفتوير بوداك طبعا حكينا إنه في عنا characteristics of software حكينا إنه في عنا تعريف للسوفتوير في الأساس اللي قلت كمان بدنا نحكي على classification of software كيفية تقسيم السوفتوير هذي هل إنه أنا والله بس بعرف إنه في software وبس طب هل إنه السوفتوير فيه إلو أجزاء في إلو تخصيص حسب المواضيع مثلا حسب function فقال فقال لك إنه هان في عنا system software في عنا real time software في عنا business software على سبيل المثال إنه أنت database engineering and scientific software artificial software كل هذي الأنواع أنت بتقدر تعتبرها إنه هي classification لداخل السوفتوير طبعا في عنا الweb based software أيضا هذا ممكن إنه أنت تتعامل فيها في عنا موضوع أو نوع من السوفتوير اللي هو بنقوله personal computer software طبعا الpears الpears software اللي هو عبارة عن software بيستخدم في وين official personal use للاستخدام المكتبي وللاستخدام الشخصي للاستخدام المؤسسات للاستخدام الوزارات هذه الأنواع كلها هتأخذ معنا اللي هي حيز من استخدام نا للتستنج واستخدام نا للكوليتي أشورانس واستخدام نا لمعرفة الأخطاء وكيفية معالجتها طبعا كيفية معالجة الأخطاء هذه اللي بتسير ليست من وظيفة الـ QA انجينير أو ليست من وظيفة التستنج تمام ليش أنت وظيفتك أنه أنت تجد الأخطاء هذه وظيفتك أنه أنت تابع لبرسس تبعت اللي هو التنفيذ السوفتوير فهان حنبدأ في أول نقطة اللي هي classification of the cases of software error قلق أول نقطة لحفل definition of requirement client developer communication failure deliberate deviation from software requirement logical design error coding error non compilence with documentation and coding instruction ה أتينا احنا وحكينا انو والله اول نقطة انه عنا في الأ ances على سبيل المثال انه هي Fault Definition of Requirement او Functionality Error Functionality of Error او Fault Definition Requirement هي عبارة عن ايش انه هي عبارة عن انه انت في الاساس المهام او الوظيفة الاساسية اللي انت صممت او انشأت الها software فيها مشكلة طب كيف انا بدي اعرف هيك فها نقال لك انه انت في Requirement اللي انت موجودين معاك في عندك اختلاف بين ال Function الموجودة في Requirement واختلاف مع ال Function اللي بنفذها System يعني بيحتوي ال Software اللي عندك على خلال او خطأ وظيفة من ناحية الوظيفية يعني ممكن انه انت في نهاية المطاف الخلال اللي بيسير معاك هان ما يعطيك الناتج او ما يعطيك انه والله هاي انا في عندي في النهاية Function بدهت تنفذ ويعطيني مثلا روبارت عسبي المثال هان لما انت نفذت ال Function لقيت انه والله المنتجات ليست كما توقعت هان بيكون عندنا Functionality error الموجود معنا وزي ما حكينا مثلا في عندنا الخطأ الثاني او الممكن المسببات للاخطاء او ممكن انه احنا نعتبر نوع من انواع الاخطاء اللي هو Client Developer Communication Filler اللي كيفية التواصل كيفية اللي هي التعامل مع مين مع المبرمج الاساسي يعني الاتصال الاخطاء الاتصال اللي بتسير بين Client وال Developer تمام يعني هان بيحدث الخطأ اللي هو رقم اثنين Client Developer Communication Filler في حالة الاتصال بين مين ومين بين Client وبين Developer يعني اي اشي بيحتاجوا المستخدم لClient بيحتاج انه يعرفوا من اجل هذا السوفت وير فهان بيكون لازم يكون موجود عوين على الشاشة ففي الحالة هذه اذا كان في Misunderstand لداتا معينة في عنا غياب لداتا معينة موجودة في داخل السوفت وير لازم تكون فهان نعتبر انه هذه خطأ اتصال Communication Oror او Client Developer Communication Filler يعني انت ممكن تسمي او تعدد النقاط حسب ما انت بتستوعبها او وصلت اليك التعريف الخاص وصل اليك التعريف الخاص في هذا الخطأ القيت رقم ثلاثة Deliberate ديفيشن من السوفت وير البرنامج اللي هو موجود معنا يعني انا اتوقعت انه مثلا على سبيل المثال انه والله في نهاية المطاف انه السوفت وير يعطينا مثلا روبورت اسبوعيا للداتا اللي عندي او يعطينا روبورت اسبوعيا للمهام الموجودة في داخل البرنامج فجأة انا نفذت البرنامج لكن ما كانت النتيجة المتوقعة فهل منقول انه هي عبارة عن deliberate deviation from software requirement او اللي هي اوامر instruction absence of instructions اللي موجود معنا في داخل السوفت وير logical design error ما هو المقصود بالlogical design error logical design error من ناحية منطقية كيفية التعامل مع الاخطاء من ناحية منطقية اما من ناحية انه سوفت وير بروسس واما من ناحية انه فيه عندنا مثلا في داخل السوفت وير هذا فيه مشاكل طب كيف المشاكل هذه وكيف تحدد انه والله اللي بسير معي logical design error وليس communication error على سبيل المثال فهان قال لك اول نقطة انه انت تحدد الاخطاء المنطقية بدك انت تدخل في داخل النظام وتبدأ تنفذ في المهام يعني انه اول اول نقطة بدك انت تعرف التعرف التي تمثل المطلبات يعني اذا كان في عندنا requirement requirement هذه بدك تعرف ها كامل متكامل في بداية البرنامج او في بداية السوفت وير من ثم بدك تعرف العمليات اللي بتحتوي على اخطاء متسلسلة يعني ممكن انه يصير فيها اخطاء من سبب التسلسل في هذا الاخطاء زي ما حكينا اللوجيكل ايضا ممكن انه انت وين في حالة مثلا على سبيل المثال انه في عندنا زبون زبون بدنا نتعامل مع سوفت وير خاص بمتج او 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 لازم لازم يدفع ثمن لبوردكت لقيت في حالة انه لزبون مضى مثلا عسبي المثال عشر ثواني او عشرين ثاني وهو طالب لبوردكت وما دفع فبتصل للنوتفكيشن عسبي المثال انه انت لم يتم الدفع من قبله مرة مرتين ثلاثة فهان اذا ما وصلت الرسائل هذه فهان انا بعتبر انه في خطأ منطقي ما تم تنويه ما تم ارسال مثلا ارسال تنبيهية للمين للزبون انه والله انت في عندك مشكلة لازم تكمل اجراءات الدفع ما تم والله ابلاغ اللزبون انه انت ما بتتم العملية توصيل الا بعد عملية الدفع والانتهاء من عملية الشراء فهذه كلها خطوات انا بقدر اعتبرها اللي هي منطقية لما انا عرفت العمليات اللي بتم من خلالها تنفيذ السوفتوير وحكيت انه والله في عندي مطلبات هان فاذا اختفى احد المطلبات فتلقاي انا بقول انه في عندي طبعا وين انت بتتميز عن غيرك كquality assurance engineer quality assurance engineer انه بكون figure mind وبكون عنده البديهة من اكتشاف الاخطاء من اكتشاف البق الموجود من اكتشاف سواء من ناحية اللوجيك من ناحية الفنكشن من ناحية التعامل بين اليوزر وبين الديفلوبر فهان كانت اللي هي النقطة الرابعة اللوجيكال ديزاين error coding error انه انت في عندك خلل او في عندك خطأ من ناحية برمجية اذا كان عندي والله في داخل ال error ال error موجود في وين في داخل الكود اللي انا كاتبه في الاساس فهان تلقائي بيظهر لك مشاكل بقولك انه انت في عندك error في الكود يعني ما حيتم تنفيذ السوفتوير بتاتا يعني تلقائي مجرد انت تبدأ تنفذ حتلاقي انه السوفتوير بتوقف عن العمل يعني يعني هاي النقطة الخامسة coding error قلت انه في عندك ايضا من اهم الاسباب اللي انت ممكن تسبب لك اخطاء في داخل السوفتوير ان المبرمج بيرتكب مثلا اخطاء في خلال كتابة الكود مثلا هو بيكتب في الكود كتب كود مغاير للمطلوب كتب او برمج فانكشن معينة مغاير للمطلوب فهان بكون الكود هو احد النقاط المسبب للأرور اللي في السوفتوير تمام النقطة اللي هي الاخيرة نان كومبايلنس ود دوكومنتيشن ود كود انستاكشن ايش بقصد في اخر نقطة هان لما انا باجي بقول لك نان كومبايلنس والدوكومنتيشن ودكومنتيشن ودكومنتيشن فانا تلقائي لازم اكون عارف انه انا كل وحدة او كل جزء في داخل السوفتوير لازم يكون له معايير للتوثيق ومعايير للتشفير الخاص في وين الخاص في المحتوى لهذه المستندات لهذا التوثيق الدوكومنتيشن الموجود لهذا السوفتوير طب ألقيت بعد مانا كان في عند دوكومنتيشن وين انا باتجاه يعني ايش اللي حيصير معاي هان فهان اللي بتصير معنا انه انت بيقول لك انه الدوكومنتيشن ما بيلتزم في المطلبات اللي موجودة في الدوكومنتيشن نان كومبايلنس يعني بتلاقي مع دوكومنتيشن مع الدوكومنتيشن لكن للأسف ما بيلتزم فيها طب ايش اللي بيصير معنا قال لك انه بتعامل من منطق انه ينفذ المهام يعني زي ما بيشوف ها مناسبة له وليس كما هو مطلوب من ناحية الأونر يعني عدم الالتزام بالدوكومنتيشن الموجودة مع الدوكومنتيشن هو اللي بيسبب النقطة السادسة وبهيك نقاط انت بتقدر توجز كل الأرر اللي ممكن يسير معاك في داخل السوفت وير يعني انه انا في عندي ست نقاط هذه ست نقاط اذا انا عرفتها وقدرت اتحقق منها فانا تلقائ بحدد انه والله هذا التطبيق يعني بلبي مثلا احتياجات الزبون لانه احنا اتفقنا من الأساس انه الفائدة او المهمة الرئيسية منه اللي هو تلبية رغبات الزبون او انه تشوف مستوى رضا الزبون الموجود عندك او اللي بتعامل مع السوفت وير الخاص فيه لهان منتوقف اليوم ويعطيكو الف عافية الى ان تحياتي لكم